دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار معدي شكرا لك شازلي أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم مشيرا إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول عملاقة مثل اليابان والهند وخلال كلمتي في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس سيسي أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وصفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لجذب الاتثمار الأجنبي المباشر مشيرا إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل استشد 14 فلسطينية بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين إثرى قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بإصابة العشرات إثرى قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي سلام شرق رفحة وفي خان يونس نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية شمال خان يونس بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج محمد وإطلاق القضائف على منازل الفلسطينيين تلتقي كاملة هارس نائبة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم الاثنين مع بني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إنه من المتوقع أن تتناول المحادثات موضوعات من بينها الحد من الخسائل البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين ووقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة مساعدات القطاع وأوضح المسؤول أن هارس ستعبر عن خلقيها بشأن سلامة ما يصل إلى مليون ونصف مليون فلسطيني في رفحة أكتوبر 7 ذكرت وكالة الأنباء الكويتي أنه تمت دعوة ناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من إبريل المقبل وقالت الوكالة أن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في الخامس عشر من فبراير بحل المجلس وكانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة قال الرئيس الأوكراني فلادامير زلينيسكي أنه كان من الممكن تجنب مقتل عدد من الضحايا من بينهم طفل ورضي عمره عامان في هجوم بطائرة مصيارة روسية لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة وضف زلينيسكي أن روسيا تواصل قتال المدنيين مضيفا أن أحدى مصيرات روسيا أصابت ممنى سكنيا في أوديسا ودمرت 18 شقة فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميتشيغان حيث عانى الحزب من خلافات داخلية خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولايات الأمريكية الحاسمة وتمثل ميتشيغان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر وفاز ترامب أيضا في ولاية ميدوري وفقا لتوقعات وكالة أسيشيتد بروس للأنباء وتغلب رات ترامب في كلتا الولاياتين على نيكي هايلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهورية ختم ومجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استقمال باقي فقرات سبعة خلية مصر